موسيقى السعودية طلب التعديلات على دبابات إبرامز وعملت نسخة خاصة بها بس تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وابارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دبابة إبرامز الأمريكية بتعاد دبابة قتال رئيسية من الجيل الثالث بدأ تصميم الدبابة في أوائل سبعينات بناء الخبرات المكتسبة من معارك أمريكا في حرب فيتنام وبدأت المعاد الأمريكية في تصميم الدبابة بدءا من سنة 1972 لحد 1976 والآخر أمريكا في تصميم دبابات إبرامز هو اندلاح حرب أكتوبر 73 وحدوث أكبر مغزرة للدبابات الأمريكية منوع M60 عن طريق الجيش المصري اللي اكتسح آلاف الدبابات الأمريكية M60 في سيناء وهنا وفت الشركات الأمريكية عشان تدرس الأساليب الجديدة في تدمير الدبابات وقدرات الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للدبابات والصواريخ المواجهة بالسلكة وعشان كده أمريكا قعدت أكتر من أربع سنين كاملة في تصنيع أو تصميم دبابة إبرامز لحد ما انتهى التصميم الأمريكي وبدأت أمريكا في تصنيع دبابات إبرامز الأول مرة سنة 1980 اللي أخدت اسم M1 واللي كانت بتشتغل وقتها بمدفع من عيار 105 ملي متر بعدها على طول أطلقت أمريكا التحديث الثاني لدبابة إبرامز اللي تسمت على الجنرال الأمريكي كريتون إبرامز قاد الجيش الأمريكي في حرب فيتنام واللي تولى رئاسة أركان الجيش الأمريكي في السبعينات بالتالي أمريكا سمت دبابة إبرامز على اسم الجنرال الأمريكي المهم من التمانينات والحد النهاردة أطلقت أمريكا أكتر من 24 نسخة من دبابات إبرامز أكتر دبابة في التاريخ اتعدلت وتطورت وتحدثت أمريكا من التمانينات وهي مش رحمة نفسها كل شوية تعديل جديد ودامج تكنولوجيا جديدة ولسه من حوالي شهر أطلقت أمريكا النسخة المستقبلية من إبرامز اللي أخدت اسم إبرامز إكس واللي هتدخل الخدمة في الجيش الأمريكي 2030 المهم من دبابة إبرامز الأمريكية واحدة من أقوى دبابات في العالم وأخطر دبابة في العالم بتعملها تحديث وتطوير عشان تجاري التطور الهائل المزهل في قدرات الدبابات الروسية والصينية وحتى دبابات كرة شمالية دبابة إبرامز يا رجالة اتعاملت عشان تكون دبابة صحراء من الطراز الرفيع دبابة هجوم بالمعنى الكامل من أكثر المشاكل اللي وجدت أمريكا في حرب فيتنام ضعف دبابات M60 الأمريكية على الحركة والسرعة والمنورة وقد التحمل الأجواء المناخية الحارة جدا زي أجواء فيتنام وكانت الدبابات الأمريكية بتعتل بسرعة وكمان كانت دبابات M60 ضعيفة جدا في الدروع خاصة الدروع الجانبية والجنزير المكشوف كان أقل صاروخ وأضعف كنبلة سوفتية بتضمر الدبابة الأمريكية وتعطلها وهنا حطت أمريكا شرطين أساسيين في تصميم الدبابة الجديدة M1 إبرامز الصرعة والمنورة وقدة شان الهجمات الخاطفة في الصحراء المكشوفة وفي البيئات الجافة جدا وقدة العمل في درجات الحرارة العالية جدا زي بيئة الصحراء الأمريكية نيفادة اللي بتغضع لحماية خاصة من الجيش الأمريكي دل لأن صحراء نيفادة فيها أكتر هدف عسكري استراتيجي أمريكي وهي المنطقة 51 منطقة اتصال أمريكا بالكائنات الغامضة وكمان تكون صالحة للحرب في دول آسيا والشرق الأوسط اللي هي مناطق نفوذ الأمريكية الجديدة بالتالي أمريكا عملت دبابة إبرامز مخصوصة قادرة على العمل في البيئة الصحرائية الجافة لدول الشرق الأوسط والدول العربية تقدر تتحمل درجات الحرارة العالية جدا تقدر تتحمل العواصف الترابية وتسلل الأتريبة داخل المناطق الحساسة في الدبابات زي المحركات والمرشحات يعني مش معموضة لحرب أوكرانيا والمطر والطين بالتالي دخل دول عربية زي مصر والسعودية والمغرب يحط عنهم على دبابة إبرامز الأمريكية لأنها دبابة مناسبة جدا للعمل في الدول العربية الشرط الثاني في تصنيع دبابات إبرامز الأمريكية هو مستوى الحماية وكفاءة التدريع أمريكا عملت دبابة تئلة جدا من أتقل دبابات العالم عشان تخط عليها دروع فلازية ودروع مركبة تقدر تتحمل وتصمد أمام هجمات الصواريخ وقذاف الدبابات وكانت أول دبابة في العالم تحط عليها درع من اليورانيوم المستنفذ اللي كسافته أد كسافة الفلاز مرتين ونص بالتالي درع اليورانيوم المستنفذ بوفر حماية مزهلة للدبابات الأمريكية ضد هجمات الصواريخ وقذاف المدفعية السعودية اختارت دبابة إبرامز الأمريكية في التسعينات بعد ما شافت الأداء المزهل في حرب عصفة الصحراء للدبابات الأمريكية فرع دبابات أمريكا إبرامز خاضت معارك مفتوحة مع الدبابات العرقية تي 72 السوفيتية والناصر كان للدبابات الأمريكية على الدبابات السوفيتية وعلى طول اخترت السعودية شراء أول دفع من الدبابات أمريكا إبرامز من نوع M1A2 وفضلت السعودية تزود أعداد أسطول دبابات إبرامز الأمريكية لحد ما وصلت السعودية للعدد دلوقتي 500 دبابة كالثالث أكبر أسطول دبابات إبرامز في العالم بعد الأسطول الأمريكي والأسطول المصري السعودية بعد ما خاضت حرب اليمن وأخذت خبرات موسعة في الحرب المفتوحة في الصحراء والجبال طلبت السعودية من أمريكا تحديث أسطول دبابات إبرامز السعودي بالكامل الى معيار جديد اسمه M1A2S السعودية حطت مواصفات التعدلات بنفسها وطلبت من امريكا ان النسخة دي ما تروحش لحد تاني لانها مبنية على الخبرات السعودية العسكرية في حرب اليمن تعالوا كده نشوف السعودية طلبت ايه من امريكا في النسخة M1A1 او M1A2S السعودية طلبت من امريكا تحديث نظام الخرايط سلاسية الابعاد واضافة شاشات منفصلة ملونة واضافة نظام محدد مدى بالليزر جديد لتعزيز الضقة في الضرب على الاهداف المعادية وطلبت السعودية من امريكا تحديث جميع انظمة الرؤية الليلية الحرارية لتعزيز مهام الدبابات السعودية في العمل في الاجواء المظلمة الحالكة بشكل افضل تماما وطلبت السعودية دمج احدث نظام لادارة النيران والتحكم في اطلاق القزاء في المواجهة ودمج نظام تصويب واستهداف جديد بسهل اصابة الاهداف المعادية في جميع الاوضاع والزوايا في حالة الحركة والثبات بحيث الدبابات السعودية تصاد الهدف المعادي مهما كان وضعه وسرعته وحركته يعني نظام الهدف او الفهد الطائر وطلبت السعودية من امريكا واضع درع جديد من مادة اليورانيوم المستنفذ لتعزيز مستوى الحماية ضد هجمات الصواريخ خاصة مع تطور الصواريخ الروسية والصينية المضادة للدبابات وطلبت السعودية من امريكا تحديث نظام الملاحة الفضائي جي بي اس وربط الدبابات السعودية بشبكات الاقمار الصناعية وطائرات اوكس الاستخبارات الالكترونية في اطار حرب الشبكات المركزية وطلبت السعودية كمان دمج احدث النظام زاكي لتنظيف محرك الدبابات من الاتريبة وزرات الرامل بحيث محرك الدبابات السعودية يشتغل في اصعب الظروف واصعب التدريس والاجواء المناخية بدون ما يتعطل او يتعرض لتسلل الاتريبة وزرات الرامل النظام ده جمع نظام آلي زاكي تماما يعني قمة التكنولوجيا في تنظيف محركات الدبابات السعودية وطلبت السعودية تركيب احدث انظمة الاتصال الشفرية ويتبادل البيانات والمعلومات وتحديد موقع الدبابة في اي مكان وتحت اي ظرفة لتسريع مهام نجدة الدبابات السعودية واسناد الدبابات السعودية في جميع الظروف وتحت قصف قوات العدو في اي مكان وطلبت السعودية زيادة حجم خزان الوقود الداخلي من اجل اطالة المدى العملياتي للدبابات السعودية عشان تقدر تنفذ مهام ابعد في المدى لمسافات اكبر بكتير من الاول واخيرا طلبت السعودية تركيب احدث نظام برماجي لاكتشاف اعطال الدبابات وتوجيه طاقم الدبابة الافضل للحلول الممكنة يعني نظام ذكاة اصطناعي بالتالي السعودية بتحول اصول دبابات ابرامزي بتاحها 500 دبابة كاملة لأصول من الدبابات الذكية الرقمية الحديثة يعني تقريبا بقت دبابة جديدة بالكامل بمواصفات وقدرات وامكانات جديدة خالص وعشان كده استحقت الدبابة انها تاخد معيار جديد او اسم رسمي جديد M1A2S لانها بقت دبابة جديدة خالص تختلف عن اي نسخة من دبابات ابرامز نسخة خاصة بالسعودية بس التسليح الرئيسي لدبابات ابرامز مدفع من عيار 120 ملي متر هيتم تغييره في القريب العاجل بمدفع ضخم من عيار 140 ملي متر عشان السعودية تاخد واحد من اكبر مدافع الدبابات في العالم لتعزيز الكسافة النيرانية وزيادة المدى المؤثر لقذافة الدبابات وتحويل دبابات السعودية ابرامز الى مدفعية بعيدة المدى وده جمع تحول هائل في القدرات النيرانية ومستوى الجيش السعودي بتوصل سرعة دبابة ابرامز الامريكية على الطرق حوالي 72 كيلو متر في الساعة والمدى العملياتي اكتر من 500 كيلو متر لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم القناة لايك وشير وسبسكرب للقناة اشوفكم ان شاء الله الفيديو جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة